وللحديث أكثر عن حركة الأسواق العالمية والنفط تنضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي دكتور ناصر قلون حياك الله دكتور ناصر معنا في الفترة الثانية من الأسواق العالمية انتعاش شاهدنا على الأسواق العالمية بنهاية جلسة السبت تطورات إيجابية البعض يقرأها في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كيف تقرأ الأسواق؟ كيف استقبلت هذه الأخبار الإيجابية؟ أقول بعد منتة دافوس ونوع من انسحاب مسؤولين سياسيين وغيرهم قمنا بتحليل الرسالة الأساسية لخمس أيام من المؤتمر وبالتالي تأثرت الأسواق بهذا الأمر لقراءة سلوك النخبة العالمية 3000 شخص من كبار مدراء الشركات والسياسيين وغيرهم والإداريين الآن نحن لاحظت أن بوانيير رئيس شركة توتال قال كلمات متضاربة في منتدى دافوس أن هناك قلق من فنزولا حيث للشركة مصالح وهذا يعطي أن سوق النفط تتأثر بفنزولا عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي و3 ملايين لاجئ في جنوب أمريكا وحتى إسبانيا 300 ألف أثنين أسواق الأسهم والسندات تتلاقب كانت تسوية مشكلة الحكومة الأمريكية والآن حلت وبالتالي هي صعود بطيء ثلاثة أنا أسجل أن غدا هناك المؤتمر السنوي للطاقة في المعهد الملكي لشؤون دولية شاتم هاوس في لندن لحظت نوع من تعب وانسحاب بعض الأسماء الوزراء النفط والرؤساء الشركات الكبرى وبالتالي فقط الخبراء هل ألمس في السوق نوع من تعب أو إعادة تركيز جهود لمسؤولين الكبار في قطاعات النفط والغاز إذن هناك نوع من حركة برأيي انسحاب مدروسة لدراسة أوضاع السوق في ظل تنبؤ وكالة الطاقة الأمريكية دكتور ناصر أن الإنتاج الأمريكي سيزداد بشكل مضطرط في السنوات القادمة وبالتالي ربما صادرات المشتقات الأمريكية ستتفوق على الواردات إذن هناك قلق في أسواق النفط زيادة على حالة العرض والطلب لإعادة التركيز الآن برأيه بأول عام 2019 جميل دكتور سعود معك إلى ملف النفط وإلى أزمة فنزولة ولكن كنت سألتك بالنسبة عن أسواق المال هل قرأت تصريحات جريم باول أنه أمس على الأسواق خلال اليومين الماضية كان لها تأثير إيجابي شهد أن الأسواق الأمريكية أخلقت على الارتفاع بعضها ضاف أكثر من 300 نقطة في سنسلة يقرأ البعض أنها تهدي الأسواق المالية في ظل أنه كان هناك خلاف بين ترامب والاحتياط الفدرالي على رفع أسعار الفائد ولأشار في ترامب أنه أمر خطأ نعم وأنا أقرأ بجريم باول كلامه في دافوس أنه يريد تهديئة الوضع ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك تنازع ما بين الإرادة السياسية في البيت الأبيض والإرادة المالية في نيويورك وبالتالي أرى أن الصدامة التي حصل الشهر الماضي وهز الأسواق ربما الآن يداوى جهود لوزير الخزانة منوشين في هذا الإطار رسالة لكبار مدراء البنوك والشركات الكبرى والآن ربما هناك نوع من نقوص للإحتياط الفدرالي عن رفع أسعار الفائدة في المدى القصير لإعطاء فسحة للحكومة في الولايات المتحدة كي تجتزب الاستثمارات التي طال أمدها لإحداث نقل أفضل في الاقتصاد الأمريكي بالرغم من تراجع مستوى البطالة لمستويات خرافية لكن الرئيس ترامب برأي قلق يريد مستوى نمو أكثر من 2.8% يريد أن يستغل ما قام به من حرب تجارية مع الصين أن يترجم باجتزاب استثمارات للولايات المتحدة وإعطاء دفع أفضل تلافيا لأضرار أكثر كما حصل في الحرب التجارية في خطاع الزراعة مثلا خطاع السيليكون وبالتالي أخذ الجوائز قبل أوائل مارس القادم وهو الموعد النهائي الذي حدده كي تقوم الصين بإعطاء تنازلات جميل دكتور بالحديث معك عن دافوس بالحديث معك عن تقرير صندوق النقد الدولي ومعدلات النمو صندوق النقد الدولي في تقريره في منتدى دافوس أشار إلى أنه النزعة أو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أضرت بالنمو العالمي وأن هناك نزعة تجارية تتزايد أيضا كذلك مع النزعة القومية اليوم كيف نقرأ أن الصندوق أيضا لم يغفل هذا الجانب في ظل أن نشاهدنا لربما جولة من التسويات بين الولايات المتحدة والصين استقبلتها لسوقها لفترة الماضية بشكل إيجابي نعم وبالتالي تحزير صندوق النقد الدولي هو موجه للجميع بشكل عام يريد نمو أفضل وهذه هي مهمته بالطبع صندوق النقد الدولي يعتمد على المساهمين الكبار ومنهم في رأس ماله المملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وبالتالي الإشارة التحزير أخذت على محمل الجد بأن تراجع النمو سيصيب الجميع هذا رقم واحد اتنين أن الأمور الأخرى من ناحية الملموسة بإضطرابات في فرنسا وإضطرابات في فنزويلا وعلى إيران القطاع النفطي وبالتالي هناك قلق من هذا الأمر يترجم جميل دكتور ناصر ولكن ألا تقرأ يعني أنه اليوم أصبح هناك يعني أرقام مثيرة في تقرير الصندوق بأنه الضعف نشهده في معدلات النمو نشهده في الاقتصادات المتقدمة في حين أيضا كذلك أنه أشار الصندوق أنه الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات المتنامية لربما نشهد فيها هبوط طفيف بأقل من أربعة في المئة في ظل ما كان ومتوقع لها خلال الفترة الماضية نعم دكتور ناصر تسمعني نعم دكتور ناصر قلوون الخبير الاقتصادي كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك